صاروخ سوري طاش هكذا وصفت جيش الإسرائيلي الصاروخ الذي سقط في منطقة قال إنها بعيدة عن مفاعل ديمون النووي وإنها في منطقة رمات نيجيت في الصحراء النقب دون أن يؤدي إلى أضراب الجيش الإسرائيلي أكد كذلك أنه هاجم بطاريات صواريخ في سوريا ردا على سقوط الصاروخ الذي أكد أنه من نوع أرض جو من طراز S.A.5 وسائل إعلام إيرانية شككت بالرواية الإسرائيلية ووصفتها بالمضحكة وقالت إنما جرى قرب مفاعل ديمون رسالة لإسرائيل بأن مناطقها الحساسة ليست محصنة وأنه كان بإمكان الصاروخ أن يتابع طريقه إلى المفاعلي لكن صناعة كارثة ليست أمرا مطلوبا مراقبون أكدوا وجود ثغرات عديدة في الرواية الإسرائيلية لما جرى بشأن الصاروخ ورأى هؤلاء أن الجيش الإسرائيلي تحدث عن أن الصاروخ كان يحمل رأسا يزن نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات وعن دوي صفارات الإنذار في منطقة أبوغرينات القريبة من مفاعل ديمونة في حين لم تطلق الصفارات في مناطق أخرى في منطقة النقب نهيك عن أن دوي انفجار سمع في بعض المناطق غربي القدس المحتلة وهو ما يعني أن الانفجار كان كبيرا وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن لدى إيران دوافع للانتقام بعد الهجوم على منشأة نتانس النووية قبل أيام أكدت صحف إسرائيلية فشل محاولة اعتراض صاروخ من نوع أرض جو أطلق من سوريا وانفجر في منطقة ديمونة فيما أكدت أخرى أن الجيش يفتح تحقيقا للبحث في سبب فشل الدفاعات الجوية بالتصدي للصاروخ واعتادت إسرائيل لسنوات أن تضرب بشكل دوري مواقع إيرانية في سوريا وفي الأشهر الأخيرة استهدفت مواقع حسسة بضربات رفعت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة ويأتي هذا الاستهداف لإسرائيل اليوم ليصب الزيت على نار الصراع الإيراني الإسرائيلي الذي يرى مراقبون أنه ستتغير معالمه بشكل كبير بعد هذا الصاروخ